نعمل ايه طيب عشان نخرج بقى من اللي احنا فيه ده اول حاجة عود نفسك واولادك ان لسانكم يخرج منه كل طيب اتعودوا على الكلام الطيب اتعودوا على الكلام الطيب ولو عملتوا القابل الناس بكلام طيب تاني حاجة نعملها عشان نقدر يبقى اول حاجة الكلام الطيب تاني حاجة نعملها عشان نقدر نخرج من الكذب وما تتعجبش المكونات دي كلها الإجراءات دي كلها عتخرجنا من الكذب أول حاجة الكلام الطيب تاني حاجة اللي احنا لازم نهتم بيها عشان نخرج من الكذب أنه نحن نعلم أولادنا أنه لما يغلطوا يتحملوا مسئولية ويخليك إيه؟ ويخليك في ظهرهم أنهم يتحملوا ده وبلاش التعنيف وبلاش التخويف خليهم يتحملوا مسئولية ويعترفوا بخطأهم ويعتزوا وعلموا من الاعتذار فضيلة وشجعهم على الاعتذار وخليهم يضيفوا أشياء إيجابية تيتجاوزوا بهم الأخطاء اللي عملوها رقم ثلاثة خلينا كأباء وأولياء أمور نحاول دايما نكون صادقين بلاش لما حد يكلمك تقوله تقول لابنك رد عليه وقل له بابا نايم مساء ما تخليهمش يمارسوا الكذب تحت تحت حمايتك لا ما تعملش كده رقم أربعة وده شيء مهم جدا اللي يجب أن نعمله إن الإنسان يقوم بتقويم نفسه بشكل صادق ويتخلص من تحيوزاته الكاذبة تجاه كتير من الناس وكتير من الأشياء اللي حواليه لأن وجدنا إن التحيوزات الكاذبة دي من أهم الأشياء اللي بتخلي الناس تكذب رقم خمسة تعالوا نتعود إن احنا نحدث بشكل إيجابي فنشجع الناس وندعمهم ونترق تجريحهم ومن سميش الإساء إليهم ومن سميش التجريح صراحة من سميش المجارحة مصارحة فيصبح كلامنا بيفتح أبواب للناس تجاه السعادة ولازم نستمع للناس بتفهم ومن حاولش نعقد الحقيقة بل نتقبل الأوجه المختلفة اللي بيحكيها الناس عن الحقيقة عشان نقدر نكون دايما بنتكلم بشكل إيجابي رقم ستة لازم يكون أهم حاجة في ممارسة تكتلعيش بصدقة إن يكون صادق مع نفسه إنه يطور نفسه ويكون ثابت على تطويره من نفسه فيكون صادق مع نفسه إنه محتاجه يتحسن رقم سبعة من أهم الأشياء اللي تجعل الإنسان صادق احترموا تأدير الآخرين وتكون علاقات صحية معهم السابع حاجات دولة هيخلونا أكيد نعيش في نور الصدق وكمان ندوق حلاوة إن احنا بنذوق من شهد الجنة جنة الأولى قبل جنة الآخرة